متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة تحديث جديد على نوت بوك أل أم تحديث مهم جداً من وجهة نظري وتحديث جيد جداً أيضاً تحديث النهاردة من نوت بوك أل أم وهو القدرة على عمل كاستمايزيشن للأوديو يعني كاستمايزيشن للأوديو يعني تقول لنوت بوك أل أم أعمل لي بودكاست أو أوديو عن الموضوع اللي أنا عطيه لك بشكل معين فأنت تقدر أني أنت تعمله كاستمايزيشن بما يتناسب مع اللي أنت عايزه عايز بودكاست تشرح في حاجة بتخاطب فئة عمرية معينة بتخاطب أوديونس معينين فأنت تقدر تعمل الموضوع ده ده اللي هنشوف مع بعض النهاردة في فيديو صغير على قناتنا يلا بينا نخش على نوت بوك أل أم ونشوف التحديث الجديد ونشوف قد إيه التحديث ده ممكن يكون مهم جداً اللي بيتفرج علينا دلوقتي يلا بينا أولاً هنروح ندوس على Try Notebook LM هبتدي أدوس على Notebook هبتدي أن أنا أفتح Notebook LM جديد عشان أحط السورسز بتاعتي هبتدي أن أنا أحط PDF File رفعت PDF File طبعاً تقدر أني أنت ترفع سورسز كتير أنا بس هنا رفعت سورس واحد لكن من الأفضل أن أنت ترفع أكتر من سورس خصوصاً لو أنت عايز تتكلم عن موضوع متشعب أو فيه طوبيكس كتير هنا هو أعطاني سامري عن PDF وده case study عن hiring and selection شايفة أن موضوع السامري ده مهم جداً لو أنت مش قادر تلم بمحتوى PDF قوي يعني أنت عارف من الاسم لكن مش قادر تعرف من جوا بيتكلم عن إيه فبالتالي السامري ده حيديك فكرة أو حيفكرك هو بيسابورت اللغة الإنجليزية English only هنا تقدر أن أنت تعمل customization للأوديو ودي الحاجة الجديدة اللي موجودة في الأوديو أو الجزء المتعلق بالصوت داخل Notebook LM هنا لو أنا دست على customize هنا بيقول لي what should the AI hosts focus on إحنا عندنا two hosts أو شخصين داخل بودكاست بيكلموا مع بعض فهنا أنت عايزوا ميركزوا على إيه هل عايزوا ميركزوا على specific source مصدر معين وين أعطيك example عليه ولا يركز على topic معين ولا يركز على audience audience معينين الأفضل في الحالة دي أن أنا أستعين بيشات GPT يا جميناي يا كوبايلوت علشان أجيب الأمر أو أحط الأمر باحترافية هروح لجميناي ومن جميناي هبتدي أقول له give me a text prompt in five lines to generate and would you talk about case study called مثلا hiring طبعا أنت هنا عايز تجيب الأمر بالإنجليش أنه هو بيضعم اللغة الإنجليزية فقط قلت له case study بتتكلم عن إيه هقول له make it simple and suitable for مناسب for college students هقول له focus on and make it motivated podcast مثلا هنا هيبتدي تديني الأمر حبتدي أروح لي النوتبوك LM تديت إن أنا أحط الأمر اللي أنا حصلت عليه من جميناي وبعد كده هقول له generate خد شوية دقائق صغيرين علشان ينشئ لي الأوديو بتاعي هنسمع مع بعض جزء من الأوديو alright welcome back to the deep dive everybody today we're gonna dig into some really cool stuff and it's exciting yeah it's this it's called prompt engineering prompt map and it's a PDF it's a really neat document actually yeah I was really like when I saw it I was like yeah this is right up our alley absolutely so basically it's all about getting the most out of AI right which is something that I know a lot of us are interested in ايه ما احنا شايفين ايه بعمل customization لي الأوديو تبعاً للأمر اللي أنا عطته له ممكن تعمل share وممكن تخليه public access أي حد بيه اللينك ده يقدر يأكسس عليه او ان انت تروح تعمل download لي وممكن على فكرة تاخده وتعمل الترجمة التلقائية الناس اللي بتعمل محتوى على اليوتيوب ممكن تاخد الكلام ده تستعين بيه الترجمة التلقائية اللي موجودة فيه علشان تحصل عليه او من بعض البرامج الأخرى اللي بتعمل ترجمة تلقائية بلغات اخرى غير اللغة الاصلية للأوديو أنا من وجهة نظري لو البودكاست ده قدر ان هو يدعم اكتر من لغة ومنها العربية ده هيكون شيء ممتاز جداً أتمنى تكون استفدتم معلومة النهاردة على قناة info take for you يارب يكون كل بنقدم ويكون بيفتكم أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي نبقلك في نهاية كل فيديو بتنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الأعزاء متنساشوا like وشيروا comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر